يعني مش مسألة بس طبعا اللغة ومخارج الألفاظ وكده لكن الصوت كمان يمكن الناس بقى اللي هي بتعمل اللي هي في الفويس اوفر أنا كمان أنا مش عارف ليه الفويس اوفر سوقه دايق جدا كان عندنا صحيح كان فيه فترة عندنا كانت فترة ذهبية فترة الدبلاجة ساعة ما كانت كل الدبلاجة بتاعت الحاجات الكارتون بيطلع منها بيعملها ممثلين تقال عندنا وظهر زي مثلا استاذ عبد الرحمن أبو ظهر لما عمل اسكار لدرجة ان ديزني أشاده بأداء وقالوا ان أداء استاذ عبد الرحمن أبو ظهر هو أعلى أداء لشخصية سكار في كل الفيرجنز اللي تعملت يعني فما بقاش موجود ده خالص ما بقاش فيه المساحة دي لكن فيه اتجاه دلوقتي بنحاول نعمله وبنحاول نساعد فيه مع بعض اللي هو تحويل الكتب لكتب مسموعة الأوديو بوكس كتير من الناس دلوقتي بتتجه لي أن هي تسمع للأسف الشديد الأجالة الجديدة ما عندهاش الطاقة أن هي تقعد تقرأ لا بس أنا عايز أقول لك يمكن يعني أنا أول مرة أقول حال كده من عندي يعني بس أنه دلوقتي فيه اتجاه للأوديو بوكس خاصة لأنه في العربية دلوقتي الناس بتسمع أكتر لأن الناس بتقضي وقت في العربية أكتر لكن أنا عايز أركز كمان على قصة أنه اللغة العربية وحضرك قلت أنه ورد حضرتك الله يرحمه كان أزهري وحضرتك في اللغة العربية والتمثيل باللغة العربية أنا بحس أنه هذا النوع من الفن دلوقتي يمكن بدأ أنه هو يقل شوية أنا سعيد والله أن أنت أثارت المقطة دي فيه كلمة تتقال كل شوية أن يعني أصلا من الممثلين اللي بيتعاملوا باللغة العربية مش كتير يعني الكلام ده مش حقيقي خالص أنا مليش دعوة بأن فيه ناس بتبقى موجودة ظهرة على الوش ما بتعرفش تكلم باللغة العربية الفصح لكن أنت عندك مثلا لسه خالص دلوقتي المهرجان القومي للمصر حمصر كل الواخدين الجوائز الأولى فيها ممثلين مثلوا باللغة العربية الفصحة طبعا دول الواخدين أحسن ممثلين على مستوى مصر وكتير بقى يعني الدورة دي بس سيبت من الدورة دي كل الدورات كده دول كلهم ممثلين يستطيعون التحدث باللغة العربية بطلاقة طب انت ليه طيب ما بتديش الفرصة دي لو الأزمة انت جاية ودي دي نقطة مهمة لو الأزمة انت جاية طب ما معلش يعني دول تانية بتركز على ده بتجيب فلوس وبتعمل سمع أكبر لبلدها بص التجربة زي التجربة السورية مثلا تجربة ما هم خسرانين في المسلسلات اللي بيقاملوها لا طبعا لكن في الآخر هو مستغل التاريخ اللي أحيانا بيبقى بتاعك وهو بيستخدمه يعني انت عندك لما تعوز تتفرج على تاريخ مصر القديم الفرعوني يقولك شوف مسلسل يوسف الصديق اللي عمره إيران إيران يعني معوز أعرف تاريخي أنا أشوف مسلسل بتكلمها تاريخي أنا كمصر أشوف مسلسل إيراني لما تعوز تتفرج على تاريخ مصر المملوكي يبقى شوف الظهر به برسل عملاته سوريا طب ليه ده ملك مصري ده الأحداث حصلت هنا ده هو كان ملك مصر كان سلطان مصر كان سلطان مصر طب ليه طيب كده ليه تخليني في الآخر بلجة لدول تانية بغض النظر عن أنا بحترم كل تجارب يعني على راسي من فوق دول تانية بتقدم وجهة نظرها هيا في تجارب